يعني في البداية ومع هذا الخبر يا فندم وتمديد الهدنة ليوم آخر بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلية يعني هذه الهدنة تبدو أنها هشة وفكرة وجود هدنة هشة في وجود مفاوضين أو وسطاء زي مصر بتضع عبء أكتر على هذا الدور الوسيط شايف حضرتك رؤيتك للدور المصري في هذه الوساطة زي طبعا هو الدور المصري هو الدور الأساس في مفاوضات التهديئة أو في كل الجهود المبذولة على المستوى العربي أو الدولي أو الإقليمي لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أهلنا في قطاع غزة وأيضا حتى ضد أهلنا في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة يعني الجهد المصري جهد متكامل وهو الجهد المركزي كما قلت من أجل وضع حد لكافة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة يعني بشكل فاق كل حد وكل توقع وكل احتمال وبنفس الوقت طبعا الحديث بشكل واضح جدا ليس فقط عن وقف الإطلاق النار إنما عن نافذة أو منفذ سياسي يتم من خلاله البدء بإيجاد حل سياسي عادل وفق قرارات الشرعية الدولية وفق ما تم الإجماع عليه فلسطينيا أيضا حل عادل لإسرائيل العرب الإسرائيلي للقضية الفلسطينية يعني يجب أن تتوقف لعبة العدو المتكررة على مدى العشرين عاما الماضية أو لنقل 23 عاما الماضي منذ انتفط الأقصى وحتى اليوم وهو أنه يقوم كل عام كل عامين كل ثلاثة بحرب تدميرية ضد أهلنا في قطاع غزة وتطال هذه الحرب التدميرية طبعا الوضع في الضفة الغربية قطاع غزة كلما يعاد عماره يعد تدميره يعاد عماره يعد تدميره ولكن طبعا الحرب الأخيرة فقد كل التوقعات والتصورات وكل قدرات العقل الإنساني والبشري لاستعاب ما يحدث وبالتالي طبعا مصر الحقيقة وهي مشكورة على كل الجهود التي تقوم بها تقوم بجهد جبار ليس فقط لتمديد الهدنة أو التهدئة ووقف اطلاق النار يوم أو يومين أو ثلاثة إنما الخروج نحو وقف دائم ومستدام لإطلاق النار ومن ثم الحديث عن مستقبل ليس فقط قطاع غزة إنما مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 والقدس المحتلة ومستقبل الكيانية الفلسطينية ومستقبل الدولة الفلسطينية وكان واضحا الموقف العظيم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث بشكل واضح أنه حان الوقت للإعلان عن دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأرض المحتلة عام 67 وربما كان هذا أول موقف سياسي عربي وإقليمي ودولي يتجاوز الحديث عن حل الدولتين والذهاب مباشرة للحديث عن دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على كامل الأرض المحتلة عام 67 طيب